يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقي بالعاصمة الكينية نايروبي ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الافريقية للتنمية النيباد كما سيلقي رئيس كلمة بصفاته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية كما سيعقد الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو